ايه اللي بيحصل الاقتصاد البريطاني? وايه اللي بيحصل للجنيل الاسترليني? ليه تهابد الهبدة الجامدة دي? طبيعا احنا بقلنا يعني من ساعة لما البنك المركزي الامريكي البنك الفيدرالي زي ما بيسموه من ساعة لما بدأ ياخد اجراءات عشان محاربة التدخم ودي دخل لنا على اكتر من 6 شهور من ساعة لما دخل فيها والدولار عمال بيعل جامل جدا وقمته بتزيد قصات كل العملات. لدرجة ان احنا لقينا ان في بنوك مركزية كتير عبر العالم بدأت هي رخرة ترفع من الفايدة بتاعتها. سواء لان عملاتها مرتبطة ومربوطة بالدولار زي دول الخليج. او عشان قيمة عملاتهم ذات نفسها ما تقلش وما تزيدش الوطقة على المواطن المحلي. خصوصا مع ازدياد اسعار الطاقة. زي ما احنا عارفين اسعار الطاقة في كل العالم في الغالبية العظمى بيتم تقييمها والتعامل فيها بالدولار. وببع ان طبعا معظم دول اوروبا مش منتكين للمواد البترولية وللغاز الطبيعي ولا البنزين. ثم بيشتروها. وكتير من التجارة بيكون متقيمة بالدولار. اللي كانت مع روسيا كانت باليورو. لكن حتة بتاعت روسيا دي اتقفلت فبياخدوا من موارد تانية. معظمها زي ما بنقول ايه? فيه باليورو. لكن كتير منها بالدولار. وعشان ما يتم مش زيادة وطقة التضخم في الدولار الاوروبية. اللي طبعا كل عالم فيه تضخم من ساعة الكورونا وعالم ما بعد الكورونا. فهم برضو بدأوا يزودوا الفايدة. لكن برضو برغم زيادة الفايدة في البنوك المركزية الاوروبية. اللي ان اليورو ككل قمته قلت قصاد الدولار. وده كان شيء مفهوم مو كل الخبراء في العالم مفاهمينه. وان كان زي ما قلنا ان ده ايه زود الوطقة الاقتصادية على المواطن الاوروبي. وزي ما حصل لليورو حصل برضو مع جنيل الاسترليني. لكن في اخر اسبوع وبالزبط من يوم الجمعة اللي فات والجنيل الاسترليني تهبى دهب ده قوية جدا. وشبه خلاص هيئبة هو والدولار بنفس الايمة ان ما كان شوية اكتر. الجنيل الاسترليني نزل لاقل ايمة ليه في خلال اربعين سنة. خلال اربعين سنة من الازمة الاقتصادية الكبيرة اللي كانت بريطانية تعدل ردت لها في اواسط السبعينات او اخر السبعينات لما بريطانيا بجلالة قدرها اضطرت ان هي تاخد قرد من صندوق النقد الدولي. يعني كانت ساعدتها فضيحة كبيرة وازمة كبيرة جدا للبريطانيين. واصلا في اخر خمسين ستين سنة من بعد الحرب العامية التانية الجنيل الاسترليني اتهز هزتين جمدين جدا. واحدة منهم كانت الهزة دي اللي كانت في اخر السبعينات لما تضخم كنزات جدا واضطر البريطانيين تحت واطئة زيادة العجز الميزان المالي عندهم. ان هما يقترضوا عشان يعني في حاجة اسمها من انواع الصرف حاجة اسمها اللي هي ان مواردك اقل بكتير من ديونك او اللي انت مفروض تصرفه. فبتعمل ايه? ان انت بتستدين. لكنك فيه فرق كبير ما بين انك تستدين من سوقك المحلي بعملتك المحلية وبين ان انت تستلف من برا بعملة تانية اجنبية. ده غير ده. انت في الاخر رغم اي شيء لما تستدين والديون تزيد عليك. انا يعني كدولة يعني. تقدر تطبع فلوس. ومن الفلوس دي تسد الديون بتاعتك. قائمة العملة بتقل. لكن الدين الداخلي عمر واطقتها بتقبقى قد الدين الخارجي اللي بعملة اجنبية. وده اللي كانت برطانيا تعرضت له في السبعينات. غير بقى الازمة التانية اللي كانت الشهيرة اللي في اتنين وتسعين تاتة وتسعين. اللي كانت ساعتها كتير من الدول الاوروبية. كانت ربط العملة بتاعتها بالمارك الالماني. حاجة كي اسمها اي ار ام اكسشينج ريت ميكانيزم. نوع مربوطين ببعض. وفي نفس الوقت برضو كانت بريطانيا عندها نوع من العجز في الموازنة. وجون بقى المضاربين واشارهم طبعا سوروس وهي دي الحادثة الشهيرة الاولى. هو ليه حادثتين. اللي شيطنته في الوعي البشري المعاصر. سوروس عوزين ابن اعماله هو رجل اعمال من اصول ماجرية او اصول يهودية. وليه يعني داخل في كمية من نظرات المؤامرة مهولة. وآآ اصلها للحركة اللي عملها دي في اتنين وتسعين. واللي عملها بعد كده في اسيا في الازمة الضخمة بتاعت نمر اسيا. اللي هو مضارب ضخم جدا بيشم في الاقتصاديات الكبيرة. نقطة ضعف يقوم يتكى عليها. يضارب بالعكس. يعني يضارب على خسارة الاقتصاد ده او العملة دي. بيعمل نوع من الضغط على العملة. ودي طبعا حاجة مسهلة لكن برضو جورس سوروس ودماغه برضو حاجة لا يستهم بيها. والراجل قدر يكسب رهانه ضد البريطانيين. واضطروا ان هما يعوموا عملتهم يعني يقللوا من قيمتها. وخسر ساعتها الاقتصاد البريطاني حبة حلوين. وجنيه الاسترليني قمتوا بدل ما تقلح. يعني شوية قلت كتير. كفية تعرف ان بعد الحرب العامية التانية كان الجنيه الاسترليني بيساوي اربعة دولار. وبعدين بعد الحركات المتتالية من الهابد اللي حصله ده. كان ايه? هنقول ان قيمته من الالفنات كانت تتراوح ما بين وان بوينت ثري وان بوينت فور من الدولار. وصولا للحزة الكارسية اللي احنا فيها اليوم من يوم الجمعة لغد دلوقتي. لما بقى الجنيه الاسترليني بيساوي واحد فاصلة صفر ثلاثة صفر اتنين دولار. هبدأ قوية جدا. طب يا ترى ايه اللي حصل? يعني الصدمة قوية جدا في بريطانيا وفي اوساط المحلين الاقتصادين والماليين لدرجة يعني ممكن تهدد حكومة تراس اللي ما كملتش حتى شهر. يعني هزة قوية جدا. والهزة دي جات بعد اعلان وزير الخزانة البريطاني عن الميزانية الجديدة. وطبعا عشان هو عارف وكتير في الاقتصاد البريطاني عارفين ان هي ميزانية كاملة وتغيير في السياسة المالية بتاعة بريطانيا بقوة. هو طلع ما قالش عليها ميزانية. قال يعني ايه? تغيير اقتصادي كده. تغيير في خطتنا او سياستنا الاقتصادية. عشان عندهم في بريطانيا بمنهم طبعا دولة ديمقراطية. اي تغيير في الميزانية لازم بيتعمل مع حاجة اسمها او اللي اقول لك انا الخطة دي بتوقع منها ان يحصل كزا وكزا في الاقتصاد. لكن عشان هم عارفين ان خطتهم دي كارثية على الاقتصاد في المدى القصير على اقل ما طلعوش ايه وعشان ما يطلعوش ما قالوش ان هي ميزانية. مجرد قالك ايه? تغيير في سياستنا المالية. لكن الاسواق اللي حوالي العالم ما تخدعتش. وبعد اقل من نص ساعة من خطابه في مجلس صنوامي البريطاني واللي قال في الخطة بتاعته واللي بتشمل يعني تغييرات بقول لك قوية جدا اهمها هي تقليل الضرائب بقوة على كل الشريح في بريطانيا. والاهم على الشريحة الاكثر دخلا في بريطانيا اللي هو اعلى خمسة يعني من واحد لخمسة في المية من الشعب البريطاني هيقلل ضرائب بتاعتهم بخمسة في المية. خمسة في المية الناس دخولهم بتابقى اكتر من مية وستين الف جنيس ترليني في السنة. النسبة كبيرة جدا معتبرة بتاخد منها ضرائب كتير. وخصوصا انا افهم في بريطانيا ان الضرائب في شريح كتير بتكون ضرائب تسعودية. لا هو سبت السقف ونزل بالضرائب كلها للشريحة العليا باكتر من خمسة في المية. ده طبعا بحسب خطة الحكومة اتوفر على المساكن او البيوت بتاعت الطبقة المتوسطة وطبقة الفقيرة. يعني من اقول مثلا من خمسمية لالف وخمسمية جنيس ترليني في السنة. وده يعني هيساعدهم في التضخم اللي بريطانيا عايشها. لكن الاقتصاديين وفاة في غضون يعني دقايق لساعات قليلة حسبوا التكلفة او الضربة اللي هيتضربها الاقتصاد البريطاني لقوا ان الاقتصاد البريطاني هيخسر اكتر من ستين مليار جنيس ترليني. اللي هي الحصيلة الضربية اللي الحكومة ضحت بيها يعني كده في ثواني. الاسواق فخلال نص ساعة كانت اتهابدت في آآ بريطانيا وجنيس ترليني قمتوا اتهابدت عشان الاقتصادين نحوانين العالم لما لقوا ان الدخل للخزينة البريطانية هيقل بالرقم ده. ستين مليار. ستين مليار زائد ده بقى الاهم كمان. اكتر من تلاتين مليار هتتحملهم الحكومة البريطانية عشان دعم الطاقة. عشان عارفين اسعار الطاقة في اوروبا كلها في السماء. فبريطانيا قررت ان هي تعمل سقف لعلو اسعار الطاقة وفرق السقف ده هي هتدفعه من جبها. وده هيكلف حاجة وتلاتين مليار. يعني بين يوم وليلة في دقايق الوزير الخزانة اعلن ان الحكومة البريطانية هتشيل من مواردها اكتر من تسعين مليار دولار. ده غير ان كان في يعني ضريبة هتعمل على الشركات كانت ممكن توصل لاربعين مليار دولار. برضو اعلن عن التخلي عنها. يعني الحكومة البريطانية هتتخلى عن تسعين مليار من مواردها. وهتتخلى عن خمسة ربعين مليار كانت هتزودها لمواردها. طبعا اي حد من احنا العاديين يعني لما نيجي نرأي بالاخبار دي نقول اه طب. ما هي ما حاجة هي بمنطقية هو. مدام الدولة مواردها هتقل وهتقبل ميزانية بتاعتها ميزانية معتمدة على الديون. فطبع يعني امتل عملات قل. هقولك لأ. ده خبراء الاقتصاد اللي من الاطراز العالي زي بول كروبمن مثلا الحائز على جهزة نوبل كاتب قزة مقالة ان هو اتصدم شخصيا من رد فعل الاسواق تجاه القرار البريطاني. وعلى طول قررنه باللي حصل في امريكا. قالك احنا عندنا في امريكا شوف احنا صرفين فلوس قد ايه? كمية فلوس الحكومة الامريكية تريليونات خرجت من الميزان الامريكا عبر السنتين اللي فقته. يعني صرف مهول. يعني البريطانيين ما يحلموش اصلا يفكر ان هما يصرفوا الصرف ده كله. واستدانة بالعبيد. يعني احنا عارفين ان العجز التجاري الامريكي والدين الامريكية معدية تلاتين تريليون دولار. ومع كده امت الدولار عالية? وبول كروغمان بيقول لنا ان ده الشيء الطبيعي والمنطقي. هنقول له ازاي يعني? بلد تستدلف اكتر. وابعندها عجز اكتر. عملتها تزيد. يقول لك اه في الدول اللي اقتصادياتها قوية. الدول الكبرى. اللي الدائنين واسقين فيها. اللي الدائنين واسقين ان هما يقدروا يسدوا ديونهم. اه في الدول الضعيفة مثلا الارجنتين او غيرها من الدول اللي ديونها امتلتلة. والاقتصادها يعني يعني مش محترم. اه ممكن الناس تشك فيها لما يقبقى ديونها امتلتلة. والثقة في عملتها تقل. زي ما حصل في الارجنتين وزي ما حصل في تركيا. اللي هي تعتبر برضو من الدول الصناعية الكبرى. برضو اقتصادها مش قوي ولا متين زي الدول الكبرى بقى زي مثلا امريكا وبريطانيا. لكن رد فعل السوق للي حصل ده يا دول على ان الاسواء مش بتاصق في الاقتصاد البريطاني وشايفاه زي الاقتصاد التركي او الاسوأ زي الاقتصاد الارجنتي دي. وقبل ما اسيب النقطة دي يعني ايه اشرحها كده سريعا عشان الناس ما تتلغبتش. ازاي دولة كبرى ديونها تزيد وتستلف اكتر فعملتها تبقى اقو. ده بيحصل عشان بيحصل نتيجة الديون المتلتلة دي. البلد لما تستلف كتير اللي يحصل قيمتها تيجي تقل يحصل تدخم. فالتدخم لما يحصل. البنوك المركزية تقوم عاملة ايه? تقوم زي ده الفايدة. فلما الدول تزود الفايدة ها? المستثمرين حوالين العالم كله يقوموا بيعين عملتهم ويحطوا في العملة دي عشان ياخدوا الفايدة اللي هي عبارة عن فلوس ببلاش. وهو ده اللي حصل في امريكا. تدخم زاد نتيجة الانفاق الكبير. ونتيجة طبعا ازمات ما بعد الكورونا. راح على طول حصل تدخم راح البنك المركزي رفع الفايدة مرة واتنين وثلاثة. فالناس حاولين العالم كله بدأوا يحولوا له الدولار. وايه ايه? يحوشوا في الدولار. فقامتوا الدولار عاليت. لكن الكلام ده ما حصلش البريطانيا. ليه? عشان من الاخر واضح ان الاسواق مش واسقة في الجنيل السترليني. وكمان عشان مش متوقع ان البنك المركزي البريطاني يرفع الفايدة اللي هو بنك او انجلند. ايه? لا اكيد هيرفع يعني ده حاجة بالمنطق. انت بتستدين ده كله وما ترفعش الفايدة? يقول لك اه عشان حاجتين. اول حاجة عشان ما تمش الاعلان كده. اه صحيح طالع عن محافظ البنك المركز البريطاني اللي هو بنك او انجلند ده. وقال اه احنا هنحارب بالتدخم وهنتدخل بأي طريقة ممكنة. لكنه ما اعلنش عن اي زيادة على طول. ليه? عشان السبب التاني. عشان زيادة الفايدة على الجنيل الاسترليني ممكن تعور جامد جدا المواطن البريطاني. حتى يقول لي يعني يفرق ايه لما تزود الفايدة في بريطانيا عن ما تزودها في امريكا. اقول لك عشان النمط بتاع الدين والاستلاف والقروض بتاع الناس في بريطانيا عن امريكا. في امريكا الناس لما تيجي تشتري اغلى الحاجات. تشتري ايه? طبعا بتشتري البيوت وهكزا في بريطانيا. الناس ما بداش تدفع تمنى البيوت كلها مرة واحدة عشان تمنها طبعا غالي ومكلف. فالناس بتعمل ايه? بتاخد كروض. طب الكروض دي بتتاخد بايه? بفايدة. في امريكا وفي حياة كتير حوالي العالم الفايدة دي بتكون سابدة. انما في بريطانيا بتكون متغيرة. يا راجل. اه. عشان كده لما حصلت ازمة اتنين وتسعين وكان فيه مضربة جامدة جدا على الجن استرليني. كان ساعتها ممكن البنك المركزي ينقذ بريطانيا. وان كان ساعتها يعني ما كانش مستقل قوي زي دلوقتي. بانه هو يرفع الفايدة. بس مقدرش يرفع الفايدة عشان سابين. اول حاجة موضوع الكروض اللي على البيوت دي زي ما قلنا. والحاجة التانية ان كان فيه نسب بطالة عالية جدا. فطبعا نسب بطالة عالية وتزود فايدة. يقبل الشركات ما قدرش تستلف وما تقدرش تكبر. او الناس اللي عاوزين يعملوا شركة ما قدرش يستلف ويعملوا الشركة همال اصل. فساعتها اللي كان قص بريطانيا جامد وخليها ما تقدرش ترفع الفايدة. انه زي ما قلنا كده الكروض على البيوت رقم واحد ان هي لو رفعوا الفايدة يبقى الفايدة على الكروض للبيوت اللي هي بيسموها بره المورتجز هتزيد. وده طبعا هيئذي ملايين البشر اللي عشان الناس كتير جدا بياخدوا بيوتهم بالقرض. زائد حكاية ايه? النكات البطالة نسبها عالية جدا ساعتها. الوضع دلوقتي مش زي اتنين وتسعين. البطالة مش عالية هناك كتير زي زمان. ده بالعكس ده فيه يعني طلب على التشغيل كبيرة في بريطانيا. وان كان طبعا في قطاعات معينة. بس مفيش نسب بطالة عالية. لكن واضح وده الاهم ان مفيش ثقة في الاقتصاد البريطاني. والاهم في قيادة ليز تراس ووزير الخزانة الجديد بتاعها. طبعا الاصوات عمالة بتتعالف بريطانيا بقوة. طبعا الناس مخدودة. جنيس ترلين اتهبت في الارض كده ليه? ايه اللي هيحصل في اسعار الطاقة? طبعا اسعار الطاقة بالدولار اللي بيجيبوها من برا. فطبعا ده معناه ان اسعار الطاقة هتضرب في السماء بالجنيل الاسترليني عشان جنيل الاسترليني ام تقلت? وده معناه وطأة زيادة على الحكومة البريطانية اللي هي بتشيل فرق سعر الطاقة ده كله. طب يطر الحكومة البريطانية بترد ازاي على اللغباتك كبيرة دي كلها? الاسترس بتدافع عن قرارها وقرار وزير الخزانة بتاعها. وبتقول من الاخر ده نفس اللي انا كنت بقوله في حاملة الانتخابية ان انا هتبع سياسة تشارية او ريجانية اللي هي طبعا من الاخر النيوليبراليزم. وفكرتي ان انا اقل للضرايب فشجع التجارة والصناعة والناس بقى تشغل المواطنين والمرتبات التقبع عالية. نفس الفكر طبعا النيوليبرالية العادية التقلدية. لكن واضح ان انت يا ترس ووزير الخزانة بتاعك. قراركو مش صح. ومش قريين السوق كويس. بدليل هابدة اللي اتهبدها الجنيرل استرليني. والانقح ان بيجيلكو نقد من حلفائكو. من الوقات المتحدة الامريكية. هو من المانيا. والكارسة بقى من صندوق النقد الدولي. حاجة يعني نقد صريح ومباشر ويكسف. يعني جرسة دولية. لدرجة الستماء كملت الشهر وفي اعضاء من جوة حزب المحافظين ذات نفسه بدأوا يقدموا طلبات بعزلها. ست ما كملتش شهر. يعني فضيحة يعني مدوية. لكن الاسترس او زي بقت بين في دور ماجر التاتشر لسه مصرع رأيها حتى الان. ايه اللي هيحصل للجنيرل استرليني? ايه اللي هيحصل في الحكومة البريطانية? دي كلها حاجات هنحاول نتابعها الفترة اللي جاية عشان ممكن تعمل لغبطة كبيرة مش بس جوا بريطانيا بل وقوة المنظومة التجارية والاقتصادية العالمية. بس ده كل اللي عند النهاردة. كالعادة احب اسمع اراء كم ومقترحاتكم. لو ليكم اي تصحيحات لاي معلومات جواه الحلقة ياريت تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا لحلقات الجديدة اول باول. شكرا واشوفكم مع الخير الحلقة ايه. مع السلامة.